أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الطيار الكهربائي وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المأساة الإنسانية في غزة فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال لهجماته العسكرية لا سيما استهدف المستشفيات وحصارها وحرمانها من المساعدات الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة وحملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي وكفت الدول الموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة المسؤولية عن الانهير الكامل للمنظومة الصحية